حلقة جديدة من بودكاست كونسولتو من عيادة المطاعم بنصورها لكم من معرض ابو ضابي الدولي للكتاب بالتعاون مع منصة بودكاست من ابو ضابي حلقة جديدة مع شخص انا بحبه جدا شخص يعني مزيج ما بين دكتوراه في العمل الدعوي والاقتصاد الاسلامي وشغله في مجال الضيافة والمطاعم بعد ما فتح مطعمه الشيك الراكي جدا في ابو ضابي على كونيش ابو ضابي مطعم باترون اللي هو بيت اللحوم والاكلات التركية والاكلات العثمانية اللي تكلمنا عنها قبل كده في حلقة سابقة معاه بس الحلقة دي النهاردة احنا هنتكلم معاه في امور يعني ناس كتيرة قوي منكم عايزة تعرفها عايزة تعرف اسرار عدم وجود خبرة عند الدكتور ضيفنا النهاردة ازاي فتح مطعمه بدون خبرة اسرار كمان فشل بعد انواع المطاعم اللي بتفشل وبتقفل بعد فترة قريبة جدا واقل من سنة سواء في الامراض او سواء في مصر او سواء في السعودية كمان عايزين نتعرف على اسرار كتير جوه مجال المطاعم من الدكتور ابراهيم وخاصة ان هو بدأ بدون خبرة عايزين نعرف بدأ بدون خبرة ازاي ونجح لغاية ما بقى مطعمه واحد من اهم المطاعم اللي بتقدم اطباء اللحوم هنا في الامراض اهلا بيك دكتور وشكرا بوجودك النهاردة شكرا بوجودك معنا كمان في معرض ابو ظهر الكتاب واحد من المعارض المهمة وكمان هو معرض كتاب الله يبارك فيك ازاك الله خيرك شكرا لك انا ممتن اول انك شرفتني بهذا اللقاء وهذه الدعوة الكريمة التي اسعد بها من شخص انا كذلك وبعدله الحب والله شكرا لك يعلمنا ذلك وطبعا انت جبتني المكان لي عندي ذكريات وحنين بالغ جدا زي ما حضرتك تفضلت قد تكون خبرتي في المطاعم متأخرة بدأت مع المطعم ولكن هناك خبرة تسبيقها وهي مرتبطة بهذا المكان بالمعرض بالمعرض هذا تحديدا وبالمعارض بشكل عام لان اول بيزنس اشتغلت فيه هو في قطاع النشر والتوزيع والكتاب الاسلامي والتراث الاسلامي بشكل عام ومتواجدين في معرض ابو ظبي مرتبطين بمعرض ابو ظبي منذ وداياته لما كان هنا في ادنك في هذا المكان سابقا وبعدين انتقل الى القصر الحصن وبعدين رجع الى هنا مرة اخرى والكلام هذا من سنة 92 و93 يعني من 31 سنة ونحن مرتبطون بهذا المكان فانت تعيدني لهذه الذكريات الجميلة يعني احنا موجودين النهاردة عندك في بيتك الله يعزك ويرفع قدر يعني احنا ضيوفك النهاردة الله يرفع قدر وخاصتها كمان ان حضرتك من ابو ظبي يعني احنا موجودين في ابو ظبي دي مش يعني مش في حتة غريبة بعيدة عليك انا اللي جاي من دبي دكتور انا عايزة ابتدي معاك من قلة الخبرة انا عايزة ابتدي معاك من اول ما فكرت انك تفتح مطعم وانت ما عندكش خبرة تمام جالك جرأ ازاي عملت ايه ايه الامور اللي ساعدتك وقعت ولا ما وقعتش في مطبات مرت عليك طب حلتها ازاي عايزيني ابتدي من الحتة دي جميل جدا ازايك الله خير بعد الحمد لله والسلام على رسول الله نقول وبالله التوفيق كلمة عدم موجود خبرة هي عدم موجود خبرة في قطاع الضيافة ولكن ان الواحد يدخل في مجال البزنس في مطعم مثل ما تفضلت الحمد لله صلى الله عليه النعم اللهم بارك واحد من اهم المطاعم في ابو ظبي ويعني ونحاول ان نضع انفسنا كرقم صعب على مستوى الامارات وهذا الامر موجود بفضل الله عز وجل انك تبدأ مطعم بهذا الحجم بدون خبرة اطلاقا هذا مستحيل لكن الخبرة في مجال الـ F&B هي اللي ما كانت موجودة الخبرة في قطاع البزنس كنا شغالين في قطاع النشر والتوزيع وكنا شغالين في قطاع السياحة والسياحة الدينية كشركة من شركات الحج والعمرة وشغالين في مجال الميديا الخلطة هذه كونت شق متعلق بالإدارة كان فيه خبرة بالإدارة 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 بالضغط واللي جرأ الواحد شوي إن فيه خبرة في مجال قد يكون قريب نوعا ما وهو قطاع السياحة وتحديدا ما تسمى بالسياحة الدينية اللي هي الحج والعمرة ومسألة إنك تقدم الأطعمة أو التغذية من فنادق خمس نجوم في بيئة مع دومة التجهيزات اللي هي في ميناء إحنا كنا بنعتمد بنقدم الوجبات للحجاج في ميناء لمدة خمسة أيام لحوالي ثمانمائة حاج أو سبعمائة حاج فلما بتكلم عن سبعمائة حاج في ثلاث وجبات يعني هذه ألفين وجبة ألفين وجبة تقريبا في اليوم في خمسة أيام يعني تتكلم عن عشر تلاف وجبة في هذا المعسكر في هذا الوقت الضيق هذا اللي جرأتني شوي لما عرضت عليه فكرة المطعم قلت والله الخبرة مباشرة مش موجودة كمطعم ولكن كنت أنا شريك في تنفيذ وجبات عشر تلاف وجبة في فترة قياسية وبرضو هاي لفل أو كلاس اي أو فاين داينينج اللي يكلها كنت بتبنوا مطابخ في نفس المكان ولا كانت تبني المطبخ تجهز الوجبات أي طبعا بتسلم عظم بتسلم مكان عظم وبعدين بتجهزوا من الصفر في ما قبل ما قبل ثمانية ذو الحجة بتبدأ يتجهز من أول ذو الحجة أو من آخر ذو القعدة وبعدين ينبنى المطبخ وبعدين بتسلم جاهز للفندق اللي اتفق معاه طيب أنا متفق معاك يا دكتور بس أنت برضو الخبرة دي كانت في جزء يعني هنقول مثلا التموين بالمواد بضرط ايه الكذر بضرط ولكن ما كادسي برضو في أنك تفتح مطعم صحيح على كورنيشة أو بضابي صحيح الأكل الإماراتي والأكل العربي والأكل كان يتقدم في الأمرة وفي ميناء أو في السعودية بالضبط فكانت برضو فيه جزء جديد من الخبرة مش موجود ما هي فيه لازم فيه حتة فتحة صدري كده فهي الفكرة أولا أولا وقبل كل شيء الاستعانة بالله عز وجل ثم الاعتماد على قضية الخبرة اللي موجودة فيه مسألة إدارة المان باور لأنه الأهم في أي قطاع هو فريق العمل أهم شيء في أي بيزنس تقدم عليه وفريق العمل هتقولي الطعم الأكل هذا كله معنات هذا بان باور معناها فريق الحسابات برضو فريق كل هذا كله كله فريق من الألف إلى الياء فبالتالي الإدارة بهذا الجانب ومثل ما تفضلت أنا كالماستر تبعي في إسلامي إيكوناميك أندولث مانجمينت اقتصاد إسلامي وإدارة الثروات فهذا يتطلب أنك عندك الشق الإداري والأمور المحاسبية ودراسات الجدوى فكان هذا الشق المتعلق بهذه المعرفة التي قد تكون جزئية وبعدها مسألة الإدارة ثم قبل أن نقدم عملنا دراسة جدوى كأن نحن بنبني بنبني مول مش بنعمل دراسة جدوى أن نحن والله دراسة جدوى مش حالك ورب عيالك زي ما بيقولوا لا دراسة جدوى دقيقة معرفة المنافس بشكل عام معرفة الكوزين الذي يقدم اللي احنا مقبلين عليه اللي هو تركي مع ستيك هاوس فيه شق أمريكي الموقع اللي هو الموقع اللي هو يعني على كورنيشة بوظبي مين الموجود وإيش الأشياء اللي بتقدم كل هذه الأمور تم دراستها بشكل دقيق جدا قبل أن نقدم على هذه الخطوة التي لا تخلو على الرغم من ذلك من المخاطرة في دراسة الجدوى أو الدراسة اللي انت درستها في الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي والله تقدر تقول من ثمانين إلى تسعين في المية شغل أنا وفريق العامل عندي المدير المالي الأستاذ حسين أبو طه كان معاي كنا خطوة بخطوة خذت دراسة مني حوالي شان ونص وبعدين تم اعطاها لمكتب متخصص ليعطي لمسات الأخيرة عشان يقول لك الأرقام صحيحة مضبوطة بالضرط بالضرط لذلك هو حتى سبحان الله أنا متذكر كلمة وقال لي طيب المكتب اللي أعطاك الدراسة ليش ما أكملها قلت له ما في مكتب قال له هذا شغل مكتب قلت له والله مش مكتب هذا شغلنا بإيدينا فقال خلاص أنا بالنسبة لي هراجع الأمور وتثبت من الأقام الموجودة وتوكر على الله وبالفعل أقدمنا وعلى بركة الله دي من أكتر الحاجات اللي ساعدتك قبل ما تجدح مطعم وانت عملت دراسة جدوى صحيحة سليمة وتراجعت عند مختصين جدا جدا وهذه نقطة يجب أن نقدم عليها وأي واحد مقبل على مسألة التجارة في الـ FNB أو في أي شيء بشكل عام يجب أن تكون نقل دراسة جدوى ومع كامل الاحترام وكل التقدير كل التقدير اللي هما سبب نجاح المطاعم ومدراء المطاعم إلا أنك انت ما تكتفي فيما يتعلق بإعداد دراسة الجدوى بكلام مدير مطعم صح مع كامل الاحترام حتى ما يفهم كلام بشكل خاطئ لأن مدير المطعم هو ينظر للمسألة من شق متعلق بايش بالأكل بالفريق اللي هو بيديره لكن فيه خفايا متعلقة بالاشتراطات بالتعامل مع القطاعات الحكومية بالسابلاي تشين بأوقات القوة وأوقات الضعف هو بينظر من زاويته هو لكن فيه زوايا أخرى للأسف تغيب عن عين مدير المطعم اللي هو F&B بيور صحيح صحيح فهذه نقطة نقطة مهمة جدا لأننا اللي شجعني بشكل كبير اللي كان مدير المطعم هو وجدت أن اللي ما قدمه هو عبارة عن دراسة جدوى للأسف هزيلة لا تصلح أن تكون باكبون لمطعم قوي فضلاً عن مطعم يطمح أنه يكون تشين عالمية صحيح أخذت منك قدي وقت دراسة الجدوى وخذت منك قدي وقت اللي مراجعتها في مكتب مختص لا هو الدراسة نفسها حتى الأرقام اللي أنا أخذتها وبنيت عليها أخذت مني حوالي شهرين شهرين ونص إلى ثلاثة شهور والمكتب أخذ فيها أسبوع ما أخذ أكثر لأنه خالصة دراسة الجدوى أخذت منك كمان أن أنت تزور مواقع معينة وتكون على أرض الواقع وتشوف الطلب والعرض اللي في المطقة يعني مثلا أنت فتحت في الكورنيش كورنيش أو بضبي نعم هل عملت دراسة الجدوى قبل ما تاخدوا الموقع ولا خذت الموقع الأول بعدين عملت دراسة الجدوى ولا ابتديت بإيه لا دي قصة تانية خالص الموقع اللي هو البطل اللي هو الاسم وينزل على الأفيش أول موقع للأمانة يعني فهذا خذ مني ست شهور ست شهور عشان تزور طيب ابتديت بدراسة الجدوى قبل ما تلاقي المكان آه طبعا وكنت حاطت مثلا رقم معين لإيجار المكان ومكان أو منطقة معين عايز تفتح فيه بالضبط كان في بالك يا دكتور أنت تفتح على كورنيش أبو دبي للأمانة اطلاقا خالص آه نعم طب كنت حاطت بالك على أي منطقة أنا أقول لك مكان سبحان الملك وهو والله توفيق رب العالمين جبل كل شيء لما قلت لك على موضوع الدراس وقلت لك بداية الاستعانة بالله وتوفيق الله هذا هو الأمر الأهم أنا اخترت مكان وهذا المكان بعد ما بدأت وجدت أنه من تقدير الله عز وجل من حسن تقدير الله إلينا أني لم أوفق في إيجاد هذا المكان في جزيرة الريم جزيرة الريم هي مدينة جميلة جدا أو جزيرة جميلة جدا في أبوظبي هي هب للناس فيها جامعات فيها متحف فيها شركات زي أبل فيها فنادق ضخمة لكن فيه صعوبة في أن يكون فيها مطعم يعتمد على الووكين كاستمر صح فكلمة الووكين كاستمر هذه هي نقطة مهمة جدا فهو الريم مش تابع الووكين كاستمر إطلاقا لكن كورنيش أبوظبي متنفس رئة أبوظبي رئة العاصر اللي عايز يفتح في الريم يكون فرع تاني أو تابت لمطعم معروف اللي رايح له رايح له مخصوص بالضبط وبعدين لعلك يعني حضرتك مع خبرتك في قطاع المطاعم عارف أنه هو نظرة الناس لمطاعم الفنادق نظرة مختلفة بيقيموه وضع مختلف عن المطاعم الناس كثيرة بتفضل المطاعم الستاندالون أو المطاعم اللي بره ما له علاقة بفندق لكن الريم قد تصلح لمطاعم الفنادق أكثر من المطاعم الستاندالون المطاعم الستاندالون الناس اللي فتحت بعدنا ما في رجل على المكان وبيدورون أنهم يطلعوا من جزيرة الريم فهي مغامرة وأنا قضيت شهور أمام مكان واحد كنا بنتفوض مع صاحب المكان أو مدير المكان ونروح ونرجع وإن شاء الله حاضر ومش عارف كأنه هيعطينا يعني قطعة في قصر وكان يعني كان متعنتي إلى أبعد حد في مسألة إعطانا هذا الموقع وسبحان الله هي الاستخارة إحنا بنستخير ونروح المكان زي ما أنا بروح عملي أو زي ما أنت بتروح مكتبك أو بتروح مطعمك أو غيره كنا بنروح هذا المكان يوميا عشان نتفاوض مع الرجل وهو عسر في التفاوض وكأنما هي يعني رسالة من الله عز وجل إباد عن المكان حتى وجدت المكان اللي أنا فيه الآن قدرا والمكان كان لسه مش جاهز يعني حتى لما تم الاتفاق أنا بدور من شهر أربعة إلى شهر عشرة لحد ما لقيت المكان من أربعة لعشرة يعني ستة شهور وبعدين من شهر عشرة من أخراية شهر عشرة المكان نفسه عشان يفتح يكون مهيئ أن أنا أبدأ أشتغل فيه كونستركشن خذ كمان أربعة شهور وعملت كونستركشن في ستة شهور يعني دكتور أنا عايز أستوقفك في حاجة هنا وبالذات السؤال ده لك الأرزاق والقدر بتلعب دور مهم في البزنس يقينا يقينا أنت أولا يعني هو فيه فرج فضيع وعظيم جدا ما بين التوكل والتواكل التوكل يشترط لأن يتم التوكل أن يكون فيه أخذ بالأسباب أخذ بالأسباب عملنا درس الجدوى أخذ بالأسباب البحث عن فريق العمل أخذ بالأسباب البحث عن الموقع المتميز أخذ بالأسباب كل يوم تطور نفسك وتدخل دورات وتلتقي مع ناس هذا كله أخذ بالأسباب مع التوكل نكتسعى وتترك أمرك لله تبارك وتعالى لكن التواكل أنه تقول لك يا الله كله على بركة الله كله بأمر الله عز وجل وتقدم دون أن تنظر إلى كل الخطوات السابقة هذا تواكن أما ما فعلناه بفضل العز وجل هو التوكل فلما تكون أنت ماشي بالتوكل أنت هتكون مش حزين على الموقع هذا الموقع أنت شايفه كأنه جوهر لكن لما طار من إيدك يقول والله أكيد فيه شر الله صرفه عز وجل والله يخبئ لي الخير فأنت هذا هو الأمر وفي النهاية قدر الله كله خير لما أنا جيت قيمت الأماكن اللي أنا شفتها وكلها بفضل إحنا كنا رايحين تبدور على مطعم هيكون فيه فريق عمل من 30 إلى 40 شخص فأنت لازم مطعم كبير ورحنا كل الأماكن كل الأماكن اللي اخترنا فيها ودورنا فيها كلها أكثر من رائعا لكن لما جينا في الآخر واخترنا مكاننا لقينا أن الفرق بينهم وبين موقعنا الحالي زي الفرق بين السماء والأرض بفضل الله عز وجل دكتور بتجيلي يعني أشخاص كتير قوي تقول لي يونس إحنا لقينا مكان كويس وعايز أفتح مطعم في المنطقة دي وهنزل مثلا أجيب شف من مصر أجيب شف من لبنان أدار على شفات مثلا من هنا لو أنا عايز أعمل مثلا وليكن اللبناني وشوات ديكوريشن وأنا يعني عندي خبرة بالحسابات بشكل كويس وعندي خبرة بإدارة الموظفين بشكل كويس وعايز أفتح مطعم هل شايف إن فيه سهولة دلوقتي إن إحنا نقدر نفتح مطاعم وتنجح بشكل كبير ولا الوضع بقى صعب فإن إحنا نفتح وننجح الناس كلها بتقعد مع بعض تتكلم كلمتين عايز تفتح مطعم شايف إن البزنس بيكسب شايف إن فيه مطاعم كتير عليها زحمة عليها طوابير عليها طوابير بتكسب وما بيكونش شايف الاتجاه التاني فهل نقدر نفتح مطاعم في الوقت الحالي بيسهولة وتنجح مش دلوقتي دلوقتي وقبل كده وبعد كده كلها إذا لم تتحقق كل عوامل التي تساعد النجاح لن يتم هذا النجاح وكل يوم السوق عبارة عن إناء والإناء بتوضع فيه كمية من الأشياء زجاج حجار مش عارف إيه شرمل وتصب عليه ماء فتلقى أنه المساحة بتقل أنت الآن بتكلم عن سوق الأكل المصري سوق الأكل المصري فأبوظبي لما نيجي نتكلم قبل عشر سنوات عد على أصابع اليد الواحدة في أبوظبي ومثلها في دبي المطعم المتميز لكن الآن وأنت رجل من أهل الخبرة والخبرة الطويلة في قطاع المطاعم كل كم يوم بتلقى مطعم فتح كثير لكن كل كم يوم في نهاية السنة لما بتعمل تلقى مطعم باقي من اللي فتحه ولاي البساط بيتسحب من تحته بالضبط هو شاف أنه يونس عنده مطعم والمطعم ماشي وفيه إقبال عليه وبيتصل عشان يحجز ما يلقى أو براهين فتح مطعم فأبوظبي والمطعم ماشي والإقبال جيد خليني أفتح بس يا دكتور أنا في نفس اللحظة في نفس الوقت بيلاقي مطعم فتحت بطريقة وسهلة جدا وفي أماكن عادية وبيتبيع أكل بسيط وشغالة وعليها حركة طبيعي وممكن يكون مع ماشي دراسي طبيعي طبيعي جدا طبيعي تحدث وهذا بقدر للعزل أراد الله أن يرزقه فهيئ له الأسباب إذا أراد الله أمرا هيئ له أسبابه يعني أنا وإنت لما نيجي الراجع مثلا لما نيجي إنت من ضمن الحلقات الرائعة الماتعة اللي بتعملها سواء في البودكاست أو في العيادة أنا شفتك زرت أماكن في مصر وفي القاهرة وفي اسكندرية ناس يعني المحل لو قتلوا دراسة جدوى وفيزابيلت يقول لك تبقى جيبها من أي صيدلية يقول لك جيبها من أي صيدلية يعني يظن أنها يعني شاتومة فلا وماشي وبفضل العزيز والله مبارك له والناس عليه طوابير لكن هذا الكلام هذا هو إكسبشن السفناء لكن القاعدة تقول إن كل واحد يشتغل لازم أنه عامل دراسة اللي راح فتح في مكان معين فتح لأهل لأهل حتته وهو عايز بس يفتح يحط نصبة الفون والطعمية دي من الصبح لحد لحد الظهر ويقفل وخلاص هو هذي الكبسة تتابعه لكن بتكلم عايز يفتح مطعم كبير أو عايز يفتح تشين هو ممكن الناس شو بتصير بتشوف مطعم أو محل حلويات أو غيره عمل إعلانات ومشي وصارت الناس عليه طوابير ويفتح فبظبي وفتح في الشرق وفتح في السعودية وفتح في القاهرة 20-30 فرق آه ما نعمل والمسألة حلوة جدا لا لا هو أكيد فيه فريق عمل يعني يعني قاعد يبذل المجهود وقاعد يسد الثغرات أنت عندك الكابابلتي لهذا الكلام عندك القدرة أنك أنت أي ثغرات مالية هتسدها ولا أنت والله كل اللي أنت عملته وجمعت هذه الفلوس وجلست معي ثلاثة أربعة أصحابك وقلنا هنفتح مطعم وأقدمنا دون أن ندرس كل هذه الأمور ومع أول عقبة للأسف كله بيسكر يعني وكلمة عقبة هذه ممكن العقبة تكون عبارة عن إيش ممكن تكون موظفين ممكن الشيف اللي أنت بنيت المطعم على أساسه أنا عندي شيف إيدي تلف في حرير أنا عندي محاسب أحسن واحد خلوش كده كملت فتحنا الدنيا طب فتحت الدنيا وقامت شيء سكرت الدنيا كلها كورونا صح ما حصلت معنا وده حصل معا كورونا فالفكرة الفكرة أنك أنت يعني أنت يجب أنك تكون مهية لذلك لما قلت لك مسألة الإدارة وغيره بعض الموظفين بيظن أن النجاح مبني هلاصل نحن أنا عندي أنا عندي الوصفة وعندي لسة أسماء ضيوف هيجوني المطعم عشر تلاف واحد كانوا لما يقولوا العشر تلاف تعالوا هذين هو أبوهم ويقولوا بالأمر روحوا المكان الفلاني هيروحوا لا طبعا أنت بتدعوه جاء جاء ما جاء خلاص والأمر الآخر أنت يعني بذلت هذا المجهود واستفرغت الوسع في هذه القضية ثم لم يكتب لك التوفيق ولذلك الدكان جنب الدكان والرزق على الرحمن تلقى واحد شغال والثاني مسكر طب على العكس نلاقي مطاعم مثلا مفتحة هنا تبدأ المسألة الأهم فيما يتعلق بهذه القضية قضية الدراسة ليش؟ كل ما صار الحجم العمل أكبر كل ما صار المصروف عليه أكبر كل ما تطلب جهد أكبر في قطاعات مختلفة القطاع المالي القطاع الماركتينج قطاع تطوير المينيو مينيو إنجينيرينج أنت متخيل الآن أنت بتشوف الكوميكس اللي بيقولك ده مهندس مهندس وكده يعني حاجة المهندس ده حاجة كبيرة فما بالك بقى أن في حاجة اسمه مينيو إنجينيرينج هندسة قطعا قطعا يعني أنا لو ما لأهمية أنا على سبيل المثال أقولك على واحدة من الشغلات اللي هي في مسألة المينيو إنجينيرينج الشيف لما بيجيب لما بيجيك يحط تاتشو وغيره عنده فتحنا في آيتم هذا الآيتم من ضمن الدراسة إن الآيتم علشان يتقدم على الطاولة علشان يتقدم على الطاولة لازم نوع اللحم معين لازم يتقدم في توقيت معين لازم ينعمل له بروسيجر على الطاولة عند الضيف كان اسمه سوشي بيف زي قطعة السوشي وهي عبارة عن بيف بس بيشم النار بيشم النار على قدام الضيف فصار الطلب عليه محدود لأنه نوعية اللحم غالية جدا لأنه من اللحم الواقي ولحم رقيق وسعره غالي وبعدين تيجي مثلا إذا كانت الويتر هيوقف معاه لو عند المطبخ المسألة سهلة المطبخ هيجهز هم مشغولهم كذا لكن إنت عايز ويتر ديديكيتد لهذه الطاولة يوقف عليها ويجهز هذا الأكل قدامهم بعد شهرين من افتتاع المطعم لجيت النهادي واقف عليها بخسارة تنطلب حتى لو كان فيها مربح جيد إلا أنها بخسارة هتعطل الويتر والهيلبرز اللي معاه عشان يخدموا هذه الطاولة وممكن تعطل صنف كمان بيكسب قطعا رحت شايلها شلتها من المينيون خلاص هذه هندسة هندسة مينيون بعد أيام لجيت أنه فيه أشياء مش متناسبة مع الكوزين تبعنا بعد أيام بتلقى أنك أنتك في بيئة إماراتية عايز تقدم شيء مثلا مرتبط بالبيئة على سبيل المثال إيش علاقة بالتركي والستيكس الأمريكية بالجمل إحنا أضفنا رقبة حوار حوار اللي هو أبني الجمل الصغير أضفناها في المينيون عدلت فيما يتنسب مع الذوق العائم بالضبط بالضبط جبنا التتبيلة التركية عشان المطعم تركي التقديم الإماراتي والشكل الإماراتي إذن صار شيء من البيئة الإماراتية يتناسب مع المطعم كما تفضلت وذكرت في الديو يقدم كل أنواع اللحوم فهذا الأمر معناها أن المينيو كل يوم ينضاف عليه وزبونك اللي يأتي كل يوم إذا شاهد المينيو بدون تغيير يقول لك مع السلامة أشوف أروح لواحد يغير فأنت شايف أن المطاعم من أسباب أن المطاعم تفل من أول سنة حتى لو كانت عاملة ديكور كويس وفتحة في مكان كويس ومينيو كويس ممكن تكون ما درستش الجزء المالي في شكل كويس جدا أو أرقامها مش مظبوطة فممكن دي يخليها نهاية في البدري بدري بالضبط لما أجي أفتح مطعم بيقدم أكلات سعر الوجبات معقول يعني لما أنا جايد أقدم أكل عربي أكل إماراتي أو أكل مصري أو أكل شامي أسعاره طلعت ولا نزلت مهما كان حجم المطعم معروفة وين رايحة وين جاية فلما أنا أجي أفتح مطعم في هذا المكان وأجي بستفك كلهم هاي ليفل وأجر مكان بمبلغ غالي جدا طبقا لو بقت في اليوم عشر تلاف وجبة الإنكمة اللي من الوجبات هذي مش يغطي للإيجار والعدد للموظفين فيجب أن تكون كلها منظومة فيه تناسق فيه تناسق ما بين المينيو وأسعار الجبات اللي بتقدم والإصطاف اللي شغال وإيجار المكان هو دكتور الناس بتشوف مثلا المطعم بيبيع إذا استرماية بعشرة درهم أو بيتامينية درهم بزات المطعم اللي هنقول عليها كازوال أو فاين داين بيبيع مثلا طبق المكارونة ب30 درهم و35 درهم وهو قال لك أنا لو عملته في البيت هيكلفني أقل من كده ممكن يكلفني النص صحيح بيعهو ب40 وأنا ممكن يكلفني 20 أو يكلفني 15 الناس مفكرين أن الجزء ده كله هو بيروح لصحيح المكان ويروح أرباح فالناس تبقى شايفة كده هنده حقيقي هنده طيب صح الناس مش شايفاء في الحتة دي في المعادلة دي لهم طبعا وكلامهم صحيح احنا طبعا المكارونة اللي بيبيع 30 درهم دا احنا ربحانين فيه 35 درهم المشكلة هو الفكرة مش قضية المكارونة ولا شوية الماء اللي سلجت فيهم المكارونة احنا جاعدين بيع واحدة من ضمن الأشياء يعني على سبيل المثال أنا أكاد يعني أجزم وأراهن أني مثلا وكلها من إيد الأمي مثلا مش موجودة على وجه البسيطة مع كامل الاحترام لكل المطاعم اللي بتقدم هذه الأكلة لكن اللي جاي يأكل الملوخية في أي مطعم المطاعم المصرية مش جاي يأكل الملوخية ويمشي هو جاي يأخذ اكسبرينس اكسبرينس طريقة تقديمها اكسبرينس شكل تقديمها السحن وتقدم فيها اكسبرينس المكان اللي أنا قاعد فيه الإطلالة تبع الموقع كل هذه المعطيات أو حتى لو كانت بتقدم في مطعم شعبي الفايب أنا مثلا على سبيل كنت في رمضان رايح مطعم المطاعم الشعبية في مصر علشان الأجواء مش بس عشان الأكل ما هو الأكل في البيت يعني انت في أوقات رمضان أهليك وأصحابك في مصر كل واحد تخانق عليك علشان تفطر عنده أو تسحر عنده طب ليش بروح مطعم علشان بالضبط فالتجربة هذه لها تكلفة لها تكلفة موظفين لها تكلفة إعداد لها تكلفة مراجعة بشكل معين في المينيو ومتابعة كل هذه المعطيات بترفع السعر فتلقى أنه ما يتعلق بالتكلفة الأكل تلقاها ما بين إيجار وما بين موظفين وما بين فود ماتيريال وكلام هذا كله بلعت أكثر من 70 من 70 أو 75 في المية من السعر اللي أنت شايفه 70 أو 75 في المية انبلعت راحت يعني في مطاعم على سبيل المثال في شهر رمضان بيصوموا مع الناس إيش معنى بيصوموا مع الناس يعني هما إذا ما قفل هو ما يقدر يكفل هو المطعم شغال بيدفع إيجاره بيدفع رواتب موظفين لكن من اللي بيجيله عدد محدود جدا ولا أخفيك السر أنه نحن من ضمن هذه المطاعم الكوزين تبعنا المطاعم زي مثلا الستيك هاوس والمطعم السمك بيدفع 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 طبعا طبعا لكن هو أنت ملزم أنك أنت في منطقة فيها سائح فيها سائح والسائح ما ينفع ييجي وإحنا رمضان صار في الشتاء وكل شوية بيدخل في الشتاء أكثر فإذا سكرت يعني باد إكسبيريينس عليك فإنت لازم تظل فاتح فإنت فاتح محمل كل ما يتعلق بإجارك العالي جدا رواتب موظفينك حتى اللي أنت معطيه إجازة ما أنت معطيه إجازة مدفوقة الراكب لذلك بقى في الدراسة لو بتعمل دراسة مالية صح لازم الشهر ده بالضبط تتقسل مصاريفه على بقية السنة بالضبط فدي مصاريف الناس مشايفة دي لوحدها تماما يعني كأنك أنت بتدفع بتشتغل عشر شهور وبتدفع الموظفين 12 شهر كيف عشر شهور ما هو بيشتغل 11 شهر وبيأخذ إجازه شهر تمام فبالتالي لازم تكون مغطي نفسك في باقي الشهور وأيضا أنت في بلد جو البلد في الصيف كثير من الناس بتسافر بره البلد والآن مع الطيران الاقتصادي صارت الرحلات أسهل على الكل فتلقى أنه إذا مش كل الناس مسافرة في جزء كبير من الناس مسافرين والناس هذه اللي مسافرة هي زباينك فمعناها بيقل العمل في فترة الصيف فأنت لازم تكون حرك ونشط في فترة الصيف عشان تجيب الزبون اللي موجود في البلد وفترة الشتاء عشان تعود فترة الركود اللي انت راكت فيها في البيات الصيفي عارف يا دكتور كمان من الناس اللي بتتأثر أو من أنواع البيزنس في المطعم اللي بتتأثر بالموضوع ده بيزنس الحلويات تلاقيه في شهر رمضان شغال جامد جدا بقيت السنة مرايح في الأعيات في المناسبات بيشتغل بزد بقى لو كمان هو حلويات شرقية يعني حلويات شرقية ممكن في بعض المناسبات الناس ما بتشتريش حلوات شرقية بتشتري الغربي الكيك والحاجات دي وكذا فلما بيجوا مولا بعد العين ما بيفتلش كحك بالزبط فلما بيجوا يعملوا دراسة جدوى بيعتمدوا على شهر رمضان بشكل كبير على شهر رمضان مباعاتي فيه لازم أحمل عليها بقيت شهور السنة اللي بتكون الدنيا فيها مرايحة أو جزء منها لأن أنا لازم برضا لأنه مرايحة خلص من مستغلش المبيعات صحيح صحيح طب دكتور أنا عايز ما عليش عفوا بس نقطة على هذه تأكيد على الحلويات أو بشكل على اللي بيشتري الكلام من الناس اشترى كلام من الناس يعني مثلا حد صاحب محل حلوية جاي اليونس يقول له يا يونس لو سمحت أنا عايز أفتح المشروع وإنت رجال لك في قطاع المطاعم هفتح معاك مع الحلويات والمحلات تمشي وبيع ضرب نار وكده معقول طب وريني فيكون طابع لك من المبيعات شوف يقول لك بيعين بـ 20 ألف بيعين بـ 30 ألف في يوم في يوم وإنت من ضخامة الرقم أو مثلا مطعم قال لك بيعنا في يوم 50 أو 60 ألف فبيجي بتاخذ الورق هذه وتطالع فيها والله ما أقول سبحان الله أنت ما طالعت أن هذا اليوم هو وليلة العيد صح فراح الناس كلها اشترت معمول وشترت كحكو والكلام هذا كله طب أنت طباجي السنة جاعدين يعز أزولب فهو يعني للأسف غشك سواء بقصد أو بغير قصد فيجب أنت تكون الشخص المتلقي تكون وعي لهذه النقطة طبعا حتى في مجال المطاعم قطعا يعني ممكن يكون مثلا في مطعم زي مطعم باترون ليلة رأس السنة على الكورنيش صحيح في بوليفار في دبي في أيام معينة بيبقى فيها شغل ودي تاخدنا الحتة هنتكلم فيها بعد كده أن إحنا حتى لما منسوق المطعمنا لازم ناخد بالنا من الأعياد والمناسبات وإحنا بنعمل دراسة الجاد ولازم نبقى وضيب بالنا أن في أيام يبقى فيها شغل كتير في رمضان لو أنا محل حلويات في الأعياد لو أنا مطعم مثلا باعتمد على الأسماك والسيفودي بقى أن رمضان مش هشتغل العيد الفطر هشتغل فيه لناس طلعة زهقت من الأكل واللحمة وكده طب دكتور عايز أفش الحتة تانية بخصوص المطعم اللي هي تلاقي عليها طوابير وزحمة على سبيل المثال مطعم بلبن كسر الدنيا في مصر دخل الإمارات فتح فر اتنين تلاتة والفروع ما شاء الله شغالة وعليها زحمة وفي زحمة على الفروع مش يعني حقيل لا في زحمة انا روحت وزورت وشفت ان فيه فعلا زحمة على الفروع في نفس الوقت تلاقي المطاعم تانية بتقدم سلع يمكن اهم من سلع بتاعت بلبن بلبن بيقدم روز بلبن بيقدم اه المعالي الحاجات اللي هي المط انا انا ذات نفسي بسميها سلع كمالية يعني انا دي مش واجبة اساسيا هتغدها النهاردة لا ده انا رايح حلي رايحة كوروز بلبن زي مثلا الملكي ما تلاقيش عليه الزحمة اللي موجودة على محل زي ده ايه الفرق ايه اللي عمله هنا خلي عليه زحمة وايه اللي عمله هنا مفيه زحمة وامثلة كتير زي كده البيك لما دخل فتح في الامورات دخل فتح فرع اتنين تلاتة اربعة يمكن وصب دلوقتي العشر فروع وبرضو مزالت في بعض الفروع مازال بيكون عليها زحمة زي مثلا فرع دبان ولكن في مطعم تاني بتقدم فرع دبان ما فيش عليها زحمة هل ايه الفرق الا ايه اللي حصل هنا وإيه اللي حصل هنا طيب صليمنا على النبي على الصلاة السلام انا بالنسبة ليا زي ما يعني زي ما تعلمنا فيما تعلق سواء بالعلوم الشرعية او غيرها ان مع المحبرة الى المقبرة احنا بنظل نتعلم الى وقت وفاتنا مع المحبرة المحبرة الى المقبرة الى المقبرة يعني انت بتعلم من ساعة ما تبدأ تكتب لحد اخر يوم في حياتك وانا بقول لفريق العمل معاي وهم برضو اولادي وبقيت فريق العمل والشباب اللي شغالين على الماركتينج انه بلبن حالة تدرس للامانة يعني بغض النظر حالة تدرس حالة تحتاج الوقوف المقام الاول المقام الاول فيه توفيق رب العالمين بلا شك المقام الثاني هو يعني خلينا سخدم الكلمة للدارقة صايع سوشال ميديا يعني هو هو صايع تسويق اه صايع سوشال ميديا صايع تسويق بشكل كبير جدا على سبيل المثال منظن الاشياء اللي هو ناجح فيها بشكل قوي جدا جدا في السوشال ميديا انه هو متابع كلام الناس يعني الناس صارت بتطير خلف السوشال ميديا قبل ايام كان فيه مع مسألة صلى الله عليه وفرج كربا اخواننا يا رب المقاطعة كثير من الناس مسألة المقاطعة فقالوا احنا بدأت الناس علت الليفل وقالت احنا بنقاطع المطاعم اللي بتجيب منتجات فيها مقاطعة صح زي الصصات مثلا الصصات فهو انت بتجيب صصات فانا فوجئت بانه هو فتح مصنع يعمل الصصات هذا الاسلوغن اللي استخدموا فهذا شو معناته معناته ان الرجل مواكب وقاعد يطور نفسه انا رحت بناءا على كلام من الناس الفريق اللي معاي انه والله انهم الجماعة اللي موجودين بيجيبوا بيأجروا ناس يوقفوا في الطوابير ويوقف في الطابور ويعمل زحمة فيك وبعدين توصلت لقى الدنيا فاضية انا رحت فروع لي هنا في ابوظبي رحت فروع لي رحت فرع فيه لي في الرياض رحت كذا فرع في القاهرة منهم فرع الفيصل فروع وكلها ري ري لينز يعني احنا ما بليش عاملين دعاية ولا غيره فرع الشرق أو فرع دبي ورحت فرع في مكة انا رحنا للدراسة والله انا رحت عشان ادرس الحالة احنا مختصين هذا عملنا هذا مجال عملنا وازين بقولك انه دراسة فهذا الامر اولا توفيق الله عز وجل ثم مواكبة ما يعرض في السوق وفي الماركت وبعدين التواجد بشكل سريع انا للامان لحد اللحظة مش عارف اعتقد بنسبة كبيرة انه فيه جزء من الاشياء محلات خاصة فيه وفيه جزء فرانشايز دكتور انا يعني انت مش بس حالة تدرس دي حالة غير طبعية صحيح يعني فيه سر ورا نجاح بلبن مش بس يعني هو اكيد طبعا في الورف الاخر ده توفيق ربنا بس مش بس تسويق لا 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 بعد التوفيق التسويق جزء من اجزاء الدراسة هو قاعد يتابع يعني في الاماكن على سبيل مثل الاماكن يعني ومش داخل في مهاترات لا 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 خلاص الحلو بقى لي كبير هو بيتعامل على هذا الاساس وتلقى في مكان حد خليني يعني انا عاسف في الصدام الكلمة سارق الاسم وراح فاتح هو جنب فاتح جنب الفيك لان الثاني عامل رخصة تجارية باسم اخر لكن هو عامل عامل اسم علامة تجارية وتلقى الاصلي عليه عليه زحمة وماشي فهو والفروع اللي في مصر فصار هو صار صار علامة وبعدين خلاص السمعة مدام انت محافظ على نفس الليفل خلاص ايش ان تتابع زي ما بنقول هنا باللهجة العامية الهبة تمشي مع الهبة وبعدين ما تكمل هنا الفشل لكن هو شاف الترند ومشي مع الترند وطوره يعني مسألة الاشتوطة والانبلي والاسامي المخترعة هذه هي عبارة عن اكلات انا اقسم بالله غير حانث ان في اشياء منها في البيت احلى منها بكثير وفيه في مطاعم ثاني بتقدمها احلى منه لكن هو مش معناها انه سيء لكن هو حافظ على مستوى ما نزل عنه وقاعد يطور في نفسه يطور في نفسه تسويق يطور في نفسه كمنتج يطور نفسه في محلات لما تيجي حتى الموظفين تابعوا لما تيجي انا متابع هذه الامور لاني قاعد اقرأ سوشال ميديا قاعد اقراه يعني مثلا لما تيجي تلقى الموظف اللي هو معلم مع الناس مثلا بيسو 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 هو علامة فارقة في كل المحلات اللي بيفتحها بياخد بيسو يفتح كل المحلات اي محل كانو بيتفاعل به ويروح بيسو ويفتح الفرق من الدراسة من الذكاء حتى لو كان فرانشايز ما هو انت لما تعطي فرانشايز سواء انت كان الفرانشايزي او الفرانشايزور لاثنين نجاح العلامة التجارية نجاح لاثنين طبعا فهو حتى لو انا مثلا انا عطيت باترون ليونس عشان يفتح في القاهرة الناس عارفة شيف محمد اوزدامير اللي هو شيف باترون ميت هاوس شيف الاكزاكتف شيف تبعنا هو اللي بيجي باترون بيشوف الشيف محمد او بيشوف مثلا ويتر من الويترية اللي موجودين سواء مسعود او نسيمي او فلان او علان فانا من العلامة الفارقة طالعين في السوشال ميديا اروح ماخذه مطالع بما اعطيهم اليونس في القاهرة عشان يمركت بيهم عشان اتقولك اه والله ده هو نفس الفرع مش كل الناس فهم مسألة فرانشايزي والكلام ماذا كله فالناس بتشوف فعلانة النجاح هو هذا الفلان خليني اخذه حتى لو مش مطعمي ما وفي النهاية انا باخذ ريالتي حتى لو المطعم صار ليك انت لكن انا باخذ نسبة فنجاحك انت كفر نجاح لي انا كأصل فهذه نقطة مهمة جدا وهو نجح في هذا الامر دكتور السوء الاماراتي متعطش لايه متشبع بايه يعني في مجال الاغذاء والمشروبات هو مسألة التشبع التشبع ما نقدر ميقول اختيار التوقيت المناسب والمكان المناسب هو اللي بيفرق لكن فيه اريا معينة ممكن تكون متشبعة بشيء معين ممكن او في هذا التوقيت يعني لما نيجي نفتح مثلا والله كوفي شوب او سبيشالي كوفي في مكان فيه 20-30 واحد اذا هذا التشبع معنات انا غلطان يعني جاي في هذا المكان وادور لا لكن لكن زي ما قلت لك انه هو سوق حبار عن قطعة كيكة كل ما بتتأخر يوم كل ما حد اخذ قطعة من الكيكة فبالتالي ما وصلنا لمرحلة التشبع في مقطع الـ F&B ولكن يقدم اشياء زي ما ضربت حضرتك مثل بلبن فهو احنا مليانة السوق ومحلات حلويات مليان ولكن هو جاي وفتح في مكان والمكان هذا في اول الشارع فيه واحد ما اخذ اسم شبه اسمه ولكن نجح تلاقي مطعم فتح لمدة كبيرة جدا يعني ممكن ما وصل ليش ما كمل ما كمل ما كمل مع المحبرة ما كمل مع المحبرة شو المحبرة ما كمل مع الدراسة هو ظن انه مدام احنا مشين خلاص الامور تمام يعني على سبيل المثال هو زبونه خلاص ما في زبون بيجي بيدخل المطعم في ابو ظبي او اللي يسألك عندك فزعة عندك اسعاد وهو رافض احنا وي ار حير ليبل لا انت مش اعلى من السوق السوق يقول لك انك حاول تجذب الناس بهذا اللي صارت تسأل عن البطايق هذه حتى لو عطت نسبة خاصة بسيطة انا غنية بس بحب الهدية كما كانت تقول الجدتي رحمه الله فالناس بتحب هذه الامور مراعاة السوق معطيات وانت مثبت نفسك مثبت اكلك مثبت زبونك معتمد على هذا الزبون صار لك عشر سنين لا انت بتقدم الحالات الاستثنائية اللي ظلت ثلاثين واربعين سنة في نستالجي في ناس يعني بتحب المكان عشان في ذاكرة عاطمة احنا مثلا اهلا بوضبي مثلا على سبيل المثال لما نيجي تكلم مطاعم شعبية مطاعم شامية مثلا والله لو انا بحب مطاعم السلطان اللي في شارع في شارع الدفاع انت رحت عملت معاهم حلقة في مطاعم خمسين سنة او مثلا ابو قابي صاحب المطعم توفوا اولادهم كاملين ابو قابي في الخالدية في ابو قابي ابو قابي اه طبعا انت تاكل احلى كباب عند ابو قابي انا والله مطعم ابو قابي فيه اصغر من مكاننا هذا فيه ثلاث اربع طاولات كنت بجلس برا كنا بنجلس مدراء عموم مدراء تنفيذيين وكلاء وزارة جلست انا ووزير من افاضل الناس مثلك وشرواك بالخير قعدنا على الكرسيين اللي محططين قدام ابو قابي برا ندردش لحد ما تفضى طاولة من الطاولات اللي داخل طاولة من الطاولات اربع طاولات والناس مصرة الرجل محافظ على مستوى معين وحتى لما مات سر الصنع راح لأولاد وهم كاملين بنفس الطريقة فهذا هذا مش معنات انه هو وقف لا هو قاعد يطور زبوني بيحب الأكل المعينة زبوني بيحب المخل انا بروح له عشان المخل تبعه بروح له عشان الخبز اللي عنده الحمص اللي بيعمل مميز عن غيره فالمعطيات هذه مع اكمال عوامل النجاح في مسألة المحافظة عليها من دراسة ومن استمرار ومن البحث عن سابلايرز جيدين كل هذه الاشياء هي عوامل استمرار ونجاح اما انك تغضرب عضلاتك خلاص انا ماسك السوق وانا العمر ما يسكر لا لو هذا الكلام صحيح ما كان نهار عرش نوكيا ما كان حد في الدنيا يقول تليفون لما تقول تليفون شو تقول نوكيا وين نوكيا نوكيا الآن بدأت تصحى بعد انهيارها في بداية الألفينات يعني ظلت حوالي ربع قرن مختفي عن السوق هي مختفت تماما ولكن ركزت في قطع الشبكات وغيره مين كان يقول تليفون يعني نوكيا او سوني اريكسون هذه الاسماء اللي احنا ما صلنا نسمعها ما صلنا نسمعها والسوق مقسوم ما بين ثلاث اربع برندات ثانية فهي الفكرة مسألة ظنك انك استمرارك في السوق باقي او قائم على اسمك فقط هذا امر غير صحيح صحيح دكتور الوقت بيجري بينا ويعني خلاص عايزين ننهي الحلقة بس قبل ما ننهي عايزينك تقول لنا كده النصائح السريعة اللي تخلي البصات ما يتسحبش من المطاعم الكتير اللي عمالها تفتح يعني انا فتحت المطعم وعايزة خلي البصات لسه موجود ففي نهاية الحلقة كده عايزين النصائح السريعة بتاعتك اولا وقبل كل شيء ما في شيء ستاندرد ما في شيء ستاندرد يعني لعلك تذكر قصة الرجل اللي هو الثعلب شاف الجمل وقف في البحر فبيقول له تعال فمشي الثعلب نزله البحر وشويه هيغرق الثعلب فقال بيقول له لحد وين الماء قالوا لحد الركبة فهو مشي وصار للركبة وصار للرقبة وشويه هيغرق شويه طلع نط باي طريق لحد ما وصل وقف قالوا قالوا انت غشيتني قالوا كيف غشيتك قالوا قلت لك لحد وين الماء فقلت لي لحد الركبة فانا دخلت وغرجت قالوا ما قالوا ركبتي مش ركبتك فبالتالي النصائح التي تقدم لفاين دانينغ غير اللي تقدم لمطعم شعبي غير اللي تقدم لمطعم حلويات الفكرة الاهم على الاطلاق ان تستمر في الدراسة قبل ان تفتح واثناء افتتاحك وبعد الافتتاح ولائك لموظفينك هو الذي يضمن ولائهم لك ولائك لموظفينك هو الذي يضمن ولائهم لك وولاءكما معا انت وموظفينك لضيوفك وزباينك هو الذي يضمن نجاح واستمرار علامتك التجارية متابعة السوق وما يقدم فيه وكل يوم وأي واحد بيقدم اثن بي هو ياخذ جزء من شريحتك ممكن يكون بلبن منافس لمطعم السيك هاوكس اه والله ممكن يكون منافس ما هو انا اللي راح تكلت رايح اجرب هناك لا ومشترفت الهناك انا لما اكل واحدة من الاكلات التهيلة دي عندهم ما فيش مكان السيك ولا لغيره لكن لكن الفكرة انه مدام انت في قطاع الـ F&B كل واحد موجود هو شريك لك في هذا العمر منافس بصورة ايجابية وليس بصورة سلبية نجاح الكل وجود وجود منافسة شريفة بين كل العاملين وكل اللاعبين في الميدان امر جميل جدا هذه النقطة وقضية دراسة منتجك الذي تقدمه انت تكون عارف والله انا مش اروح مثلا على سبيل المثال في بادية او في مكان كل الناس 100% اكل شعبي والناس مستحيل يتقبل في ستيك هاوس اروح فاتح ستيك هاوس ولا فاتح مستحيل كل الناس خير وبركة لكن اروح في منطقة الصناعية اغلب الناس رواتبهم لا توفي بأي صورة من الصور انه يدخل يأكل عندي في مطعم ستيك هاوس او فاين دايني ويقوله تعال كل واقع هو الواقع انا اروح اشتري به مضاب حيوي احيال لي احسلي لو انا مريض ولا غيره فالمعطيات تقييمك تقييمك يعني من الحكمة قوله ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي فاختيارك الموقع واختيارك للتارجت اودينس لزباينك هذا امر مهم جدا تحافظ على زبونك ازاي دكتور في باترون ميت هاوس زبوني الموجود حين يعني كنت اسمع في زمان في واحد من البنوك كان حاطط شعار بيقول نحن نشعرك انك زبوننا الوحيد احنا نشعرك ايش انك زبوننا الوحيد الضيف عندنا من ساعة ما يدخل لحد ما يطلع المطعم لو فيه الف واحد الالف واحد لازم كلهم يأخذوا لازم يأخذوا الرعاية الكافية التي تليق به كضيف اه طبعا وما تقول لي زحمة زحمة معنات انت عندك خلل معنات انت عدد الموظفين عندك اقل لازم يكون موظفينك عدد كافي يغطي احتياجك في كل موسم وفي كل وقت لما يلقى هذه الرعاية ويلقى هذا الاهتمام والخطأ وارد كل الناس تخطئ ولكن يعالج بطريقة ترتقي الى كنبة زبون والفاتورة تبعته عالية ساعتها والله الجماعة الغلطة هتصير لصالحك مش ضدك هو اخطأت في تقديم الفاتورة اخطأت في ايتم معين الايتم ما عجبه بدلته وشلته من الفاتورة وجبته شيء كومليمنتري هو اللي جاي يدفع فاتورة 1000 ولا 1500 درم عمره ما يتفكر في هذا الكلام لكن هو يفكر في الرقي في التعامل فمش هيجيك علشان انت عطيت الوجب مجانا هيجيك علشان انت احسنت التعامل هذا واحد من اسباب نجاحك في الحفاظ على زبونك عايز اعود معاك اكتر من كدر الله يرفع قدر عايزين نكمل بس ان شاء الله نتقبل في حلقة جديدة الله يبارك فيك لي الشرف ترجع لنا كل اخبار سعيدة بإذن الله الله يبارك فيك شكرا لك الله يبارك فيك الله يبارك فيك ازاكا لخير تسلم والله الحلقة مرت سريعا وأنا سعد جدا بسعد في اي مرة التقي بها بيونس أخ حبيب وصديق وأنا أحبك في الله والأمر الآخر في مكان أنا أكن له المحبة والولاء في عاصمة الحبيب أبوظبي وفي معرض الكتاب هذا المعرض الذي نشتاق إليه من السنة إلى السنة أزاك الله خير في مجال الدعوة قلت لازم دكتور إبراهيم الله يبارك فيك لي الشرف لي الشرف الله يرفع قدر تسلم جزيزة الجنة شكرا وقدر حياك الله حياك الله سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة